قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس أن صراع الدائر في أوكرانيا أدى إلى تفاقم أزمة الغذاء والطاقة والتمويل في إفريقيا جوتيريس وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس السينغالي مالكي صال أكد استحالة حل أزمة الغذاء العالمية دون إعادة إدماج الإنتاج الزراعي في أوكرانيا إضافة إلى إنتاج الغذاء والأسمدة في روسيا وبيلاروسيا في الأسواق الأمين العام لأمم المتحدة دعا إلى رفع جميع القيود غير الضرورية المفروضة على الصادرات لضمان تدفق مستمر للأغذية والطاقة في الأسواق المفتوحة والسيطرة على أسعار المواد الغذائية لنكن جدين لن يكون هناك حل حقيقي لأزمة الأمن الغذاء العالمي دون إعادة دمج الإنتاج الزراعي من أوكرانيا وكذلك إنتاج الغذاء والأسمدة من روسيا وبيلاروسيا في الأسواق العالمية على الرغم من الحرب نحن مصممون على بذل قصار جهدنا لتسهيل حوار يمكن أن يسمح بتحقيق هذا الهدف يتجه البنك المركزي الأوروبي إلى رفع سعر الفائدة في جوان المقبل وهو أمر ممكن ولكنه ليس مرجحا وصف نائب رئيسي البنك المركزي الأوروبي لويس دي جويندوس إقدام البنك على زيادة سعر الفائدة لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن الشهر المقبل بالأمر الممكن مؤكدا ولكنه يقول ليس مرجحا لا يوجد سبب يمنع إنهاء مشتريات العصول في جوان المقبل سترتفع أسعار الفائدة بعد ذلك أقد تحدث في غضون أشهر أو أسابيع أو أيام الزيادة في جوان ممكنة لكن هذا لا يعني أنها مرجحة